منذ بداية العضوانة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي عملت مصر على بذل كل الجهود الهادفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين بالتوازي مع ذلك نفذت مصر عددا من عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع فضلا عن جهودها السياسية لتحقيق الوقف الشامل لإصلاق النار دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوزيه اهتمام بأي قضية إقليمية أخرى وثوابت سياسية للقاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها منذ بداية العضوان الإسرائيلية على قطاع غزة فطنت مصر للمخططات الإسرائيلية الهدفة لتغيير الواقع على الأرض بالمخالفة لما أقرته المرجعيات الدولية ذات الصلة فأكدت مصر في عدة مناسبات أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة والتي تهدد بتوسع نطاق الصراع يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما شددت مصر على أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل الظروف غير الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون وبشكل يومي جراء العضوان على قطاع غزة اتخذت مصر حيالها موقفا يتسق مع رؤيتها السياسية ومنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط وقامت بحجد مساعدات إنسانية بكميات هائلة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع ومع استمرار قصف جيش الاحتلال للجانب الفلسطيني من معبر رفح حال ذلك دون إدخال المساعدات لكن وبمجرد انتهاء هذا القصف قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع الذي تتضمن حدوده خمسة معابر أخرى عملت إسرائيل على إغلاقها بشكل شبه تام مصر التي تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها في سبيل تنسيق عملية إدخال المساعدات ووسط ما يعانيه الفلسطينيون من ندرة في كل المواد اللازمة للعيش الأدمية لم تترك سبيلا لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع فأطلقت عدة عمليات إسقاط لأطنان من المساعدات على غزة بمشاركة عدد من الدول وفي جهود الوساطة السياسية قامت مصر وما زالت باتصالات ومباحثات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية للضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة عبر اتفاق يفضي لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين والتمهيد لعملية سياسية بشأن الحل النهائي للصراع ترجمة نانسي قنقر